التعطي الثمر وتجمع أهل القرية ليست كهلة جذورها التي لا يعرف إلى أين تصل ما زالت تحفر الصخر عمرها خمسة قرون وقطرها يتجاوز خمسة وعشرين مترا جذعها الصلب يقارب أحد عشر قدما واغصانها التي تنافس قوة الحديد يصل سمكها إلى سبعين سنتيمترا ففي قرية الصندة بمحافظة تنومة جنوب السعودية وجدت أكبر معمرة نباتية يقال أنها كانت أكبر من كذا لأن أغصانها كانت ممتدة إلى جهة الغرب أيضا إلى جهة الشمال لكن زمان الثلج ربما أثر على هذه الشجرة وتساقط بعض هذه الأغصان الكبيرة يقال أنها على بير يعني جذورها بالنسبة للجذع كما تشاهدون هو كبير جدا يفوق الـ 11 خطوة بالخطوات الرجل المعتدل القامة يأبى أحد أن يقطع منها أو يعبث بها فلها منافع عديدة غير الظل والثمر لا تضايق أو تتضايق فأهل القرية يشعرون بها ووزارة الزراعة بالمنطقة تهتم فيها أما الفتية فيقضون وقت اللعب معها تعتبر هذه الشجرة من المعالم الرئيسية في هذه القرية وهي كانت الحقيقة تستخدم للجلوس تحتها في أثناء اجتماع القبيلة هو التشاور فيما بينهم وتستخدم للظل وأيضا من ناحية الجمالية كما تلاحظ تعتبر جميلة جدا لدرجة أن أهل القرية لم يستطيعوا التفريط فيها على مر الأزمة المعمرة مرت بظروف قاسية بتحملها الأحوال المناخية ونجت من أعدائها الحطابة بالإزالة الأبدية رغم أشجار كثيرة في السعودية لم تسلم من أيدي هؤلاء الذين كسروا الأنظمة القانونية هاني صفيان العربية محافظة النماص